السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا بطريقة جديدة ومختلفة تماما وطعامه والله العزيم يا جماعة وهم كده ان شاء الله هتجرب الطريقة تعجيبك جدا جدا سهلة وبسيطة واقتصادية والصغيرين كمان هيحبوها قبل الكبار وهتنسى اي طريقة تانية كنت بتعملها بلكده بالبطاطا يلا بينا نسمي الله ونسلى على الرسول ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف اول حاجة نعملها ايه اول حاجة طبعا جبت البطاطا غسلتها كويس جدا وبعد كاس التافل مصفى عشان تصفى معايا تماما وبعد كده جبت السكينة ودق تقشرها واشير القشر بتاعتها سواء هتشيري بالسكينة او بالمبشرة عمفيش مشكلة تمام وبعد بقى ما مقشرتها بدأت بقى امسك كده البطاطا واحدة واحدة وقطعها بالشكل ده زي ما انت شايفها كده ايه حلقات او مكعبات المهم تقطعيها عشان تستيوه معايا على طول على النار ما تاخدش منك وقت ماشي كده بعد كده بها هضيف عليها معلقتين سكر بالمعلقة الكبيرة عاي حبة الزودي اكتر من كده تمام بس معلقتين سكر حلوين او وهضيف عليها كمان كوباية لبن ومعلقة زبدة لو عندك سمنة بلدي تمام حطي معلقة السمنة بلدي وعليها كمان كيس فليليا تمام كده اهو زي ما انت شايفها وبعد كده بقى حطاها على النار واسبها بقى لغاية البطاطا لما تستوي معايا وهي اول ما تستوي هتلاقي البطاطا بتتهرس معاك بكل سهولة ماشي وطبعا النار تكون متوسطة والهي عليها اول وقت اول واغتيها طبعا ماشي هنا بقى نعم مع بعض الكريمة وهي عبارة عن معلقة ونص نشا بالمعلقة الكبيرة وعليها معلقة كبيرة كريمة جنطيلة ومش عندك من كنت تستغنى عنه وكمان معانا معلقة سكر او معلقتين وهضيف عليها كيز فاليليا وكمان هضيف عليها كبيرة ونص لبن عشان خطر انا ضيفة معلقة ونص نشا فالمعلقة ونص نشا بياخدوا معانا كبيرة ونص لبن ماشي يقلبها كويس جدا كده وبعد كده حطاها على نار برضو متوسطة لغاية لما تتقل معانا ويبقى الكوام بتاحها بالشكل ده انا عايزة الكوام بتاحها ولا هو تقيل ولا خفيف يبقى مظبوط كده معانا تمام تعالي بقى نشوف البطاطا ونشوف عملنا ايه هنا طبعا البطاطا طفت عليها خلاص هي استوت معايا في خمس دقيق مش اكتر من كده واقل كم من خمس دقيق ما خدتش يسوى خالص ما شاء الله غلويتين كده ولقيتها تهرست معايا بكل سهولة بالمعلقة كده هتدوسها عليها هتلاقي تهرست معاك تمام تلوقتي بقى هتجي بقى صنية او او طاجن او اي حاجة موجودة عندك يعني مش شرط طاجن يعني ممكن اي صنية بس انا بصراحة وكنش عندي حاجة حاجة ما صغير كده فجبت الطاجن ماشي بس مش بتفرق في اي حاجة هتفرق في طعم ولا في شكل ولا اي حاجة خالص وروحت جاي حاطة فيها كمية البطاطا بعد ما هرستها بالمعلقة وبدأت بقى افردها بالشكل ده وسويها كده بالمعلقة وبعد كده بقى هجيب بقى الكريمة بتاعتنا زي ما انت شايفة شاء السمك بتاعتها عامل ازاي ده كده السمك بتاعتها المزبوط فردت الكريمة وبعد كده جبت معلقة السكر بودرة معلقة واحدة بس كبيرة متقطريشة اكتر من كده وروحت جاي حطاها على الوش عشان خاطر لما حطاها في الفرن السكر يكارمل معنا ويعمل شكل كده حلو على وش البطاطا هدخلها بقى الفرن بقى طعم مش اشغل الفرن انا هشغل الشوية بس احنا مش محتاجين الفرن في حاجة اني كده كده قصر كل حاجة مستوية معنا فانا عايزة بس البطاطا تاخد معي وش كده كريمة وخلص كده فهدخلها الفرن على افتح الشوية واسيبها تاخد وش معي كده وبعد كنت طلحها ونشوفها مع بعض قدت المشاء الله دخلتها للفرن زي ما قلتلك وشغلت الشوية بس بص شكلها تحفة هسيبها بقى دقتين كده تهدى شوية وتمسك نفسيها وبعد كده نبدأ نقطعها طبعا بتتاكل سخنة او بتتاكل بردة بس طبعا الافضد واسخنة كده وسيحة تبقى لزيزة جدا 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 هتعشقيها بجد احسن من اي نوع بطاطا تاني بتعمليها هتشيليها كده من الطاجن وتروح جاي حطاها في الطبق وتكليها بقى كريمة على الوش كده سيحة كده والبطاطا سيحة وكلها في بعضها كده حاجة يا جماعة وهم ان شاء الله هتجربها بجد هتعجبك جدا جدا لو حاب تزويد السكر اكتر من كده تمام زي ما انت حابة بس بصراحة المقدار كان مصبوط وكان زي الفل يا رب الوصف بتاعت الكون عجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة وصريعة وزي ما انتم شايفينها كده حاجة وهم حاجة طعمها طحفة لا تنسون باللايك على القناة لا تنسون تدعموني والسلامة